القطة والكارك والقمر والأرنب البري كائنات نادرة تواجه خطر الانقراض في حين أن عشق هذه الكائنات لدى صالح الفريح جعل من بيته مهمية صغيرة يعتني فيها بهذه الكائنات وتكاثرها بدأت أكثر من 25 سنة في تربية الطيور والحيوانات البرية عملت المحمية لحبي للطيور والأرنب البرية حصلت الصيادين يقنصون ويصيدون وجدتنا الفكرة أني يربيهن عندي في البيت حماية تكاثر وبعد أطلاق البر لم يقتصر دور صالح الفريح على تربية هذه الكائنات والاستمتاع بمشاهدتها بل ساهم وبجهده الفردي في تكاثرها بغية إطلاقها وإرجاعها لموطنها الأصلي للمحافظة عليها من خطر الانقراض والحمد لله الآن قمت بتربية الأرانب وهي تتكاثر بكثرة حيث بدأت بعد التكاثر حيث بدأت بإطلاق عدة مرات من الأرانب البرية تقريبا ما يقارب عدة أجواز أكثر من عشر أجواز أو ثمان أجواز تقريبا قسوة الطبيعة وجور الإنسان أسباب تكالبت على الحياة الفضرية ما يستوجب الزيادة في الحملات التوعوية بأهمية الحفاظ على هذه الحياة للإخبارية علي الكثيري رفحة